بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أهدا فلا تدهنوها حتى يؤزن لكم وإن طيل لكم رجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناه أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتون قل للمؤمنين يغضوا من أبثارهم ويهفزوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله قدير بما يسمعون وقل للمؤمنات يغضوا من أبثارهم ويهفزن فروجهم ولا يبنين زينتهن إلا ما ظهر منها وليطربن بغمرهن على جيوبهن ولا يبنين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكا أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يطربن بأرجلهن ليعلم ما يهفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكهوا الأيام منكم وصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا بقراء يهمهم الله من قبله والله واسع عليم وليستعف بالذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبدعون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوا من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الهياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إقراهن غفور رحيم